عدسة سينمائية ما معنى عدسة سينمائية؟ وهل المصطلح هذا ما زالوا يعني إكزيستي أو غير بشي يخلعون به؟ اليوم نحكيه على هاد العدسة من عند شركة 7 Artisans واللي هي 50 ملي متر T 1.05 أنا عمى في البداية نحكيه شوية على العدسة سينمائية وشنوها الحاجة اللي تخلي العدسة تكون سينمائية وهل يعني نقدر نقوله العدسة سينمائية ما زال عندهم القيمة تحمل او لا؟ العدسة التالي الفوتوغرافي بدأوا ويطلعوا في النيفو وبالك ديباسوهم شوية على جل أوتوفوكيس ما أنا عمى باش نقوله على عدسة سينمائية لازم يكونوا فيها شوية خصائص ليهما يعني ماشي حاجة كبيرة بزاف بصح يسهلوا بزاف الخدمة على الناس اللي تخدم في السينما الحاجة الاولى اللي هي القواليتي سواء بيلد كواليتي ولا زجاج لكائن داخل العدسة لازم يكون عنده يعني دقة محترمة ماشي عدسة ستكون عيانة قاع ونقول عليها سينمائية تقدر تكون فيه شوائب وهذوك شوائب يعني يكونوا مدروسين بالصح في اغلب الاحيان عدسة سينمائية دايما تلقاها فيها كواليتي مليحة حاجة واحد اخرى اغلب العدسات السينمائية قاع يكونوا مانوير ما كاش يعني أوتوفوكيس لانز ولا أوتو ابرتشير ولا ما فيهم وانو وعندك تاني هذوك الليلينكس لازم يكونوا سمود وخاصة في الفوكيس لازم يكون دورة تاعه هذيك طويلة على عكس يعني العدسات هذوك تاع الفوتوغرافي تلقات دورة تحهم هذيك صغيرة وهذه العفسة ما تساعدش بزاف كي تكون دير فوكس سبونينك كين تاني الابرتشير رينج تاني لازم يكون سمود على خاطر تقدر يعني تكون فيها لقاطات يسحقوا يبدلوا الابرتشير هذيك بطريقة سليسة وتقدر تاني العدسة هذيك تكون زوم لنز ويكون فيها زوم رينج هذك وتاني لازم يكون سمود باش يخليهم يقدروا يديروا زوم ساليس يعني حاجة وحدوخرة تاني يتلقاوها في السيني لانز اللي هما هذي تدرجات هذوما في رينجز تاع سواء الفوكيس ولا اوبرتشير ولا حتى الزوم تلقاهم يعني يواجدين هذوما باش يخدم ديركت مع الفولو فوكيس ما تتحقش ترحي تجيب رينج واحد اخر وتبلاصيه وتقعد تحوز كيفاش تخدم به ديركت همو واجد دايما وتلقى كواليتي تاعه وشابه حاجة ودخرة اللي معروفين بها العدسات السيني مائية تاني اللي هي تي ستوب تي ستوب هي معدها ترانزميتنس يخدموا بها في عيوض الاف ستوب هي تقريبا نفس شي يعني في حاجة البوكي ولا في حاجة العزل هذك نفس شي بس هي تحكي على ترانزميتنس واللي هي كمية الضوء هذيك اللي يدخل للمستشعر الاف ستوب نقدروا نلقاو زماء اف 2.8 في عدسة اف 2.8 في عدسة واحد دخرة ماشي كيف كيف الكمية تعدى اللي تدخل بس حكي قول لك تي 1.05 في هذ العدسة تي 1.05 في عدسة واحد دخرة تلقاوها نفسها الكمية هذيك اللي تدخل تعدى حاجة واحد دخرة تاني اللي مهمة في العدسات السينمائية موشنو ما تلقاهاش في قاعد العدسات ومام في العدسات هذوك الغالين قليل وين تلقاوها واللي هي انه قاعد عدسات تا يعني 25 35 50 ملي متر حتى المية وخمسة يجوهما سهلية ويكونوا بنفس الوزن ونفس الحجم وهذا الشي هدايا باش يستخدموهم يعني في الجيمبل ولا في ستيديكام ولا في اي حاجة واحد اخرى بلا ما يبدلوا ساتوب تاهم يعني كتبدي العدسة العدسة واحد اخرى يقعد ساتوب تاعك متوازن مثلا الماتبوكس هذيك تقعد في نفس المكان تاحها ماشي لازم تعود تبعدها ولا تعود تقربها وهذا الحاجة اللي معروفين بها موهم نروحو نحكي وضوك على هذه العدسة هذية واسكت استاهل نقولوا عليها سينمائية حاجة الاولى البلد كواليتي ونقدر نقول لكم بلد كواليتي فيها البلد كواليتي بزافة دبابة ثقيلة ومخدومة كامل بالحديد حتى مخدوم بالحديد الفوكس رينج والأبرشور رينج عندهم سموذنس بزافة زبدة كما يقول ابراهيم وعدنا الدورة هذي تاع الفوكس تلحق حتى الميتين وسبعين دراجة وهذا الشي رح يساعد بزاف الفوكس بولرز حتى يتحكموا في التركيز بالميليمتر العدسة هذية ماشي فول فريم هي APS-C لانس يعني نستخدمها غير مع الكاميرات بصحنا على كل حال جربتها مع الكاميرات اللي هما فول فريم في العصل كما ال-A7S 3 ولا ال-A7 4 في ال-A7 4 يعني تطلع ديراكت فيها المود كروب هذي ولا في ال-50FPS في ال-4K تزومي لك ديراكت ولي كروب سنسور لذا ما نقدره نخدمه بعد العدسة هذية في ال-A7S 3 خدمت بها ثاني في المود هذي كتاع Clear Image Zone تقدر يعني تزومي في الكابتور تاعك وتولي العدسة هذية تمشي لك عادي نحكي بضوكة على ال-image quality تعالى عدسة هذية وحاجة اللي كنت حاقرها شوية في العدسة هذية في ال-A1.05 قلت باللي الفتحة هذية ما تصلحش بينا بلي ماش نخدم بها قاعدتيك قلت بالك حتى ال-A2 2.8 باش تولي الحالة يعني شرب ما تلقي ترهي بلي يعني غالط العدسة هذية في ال-A1.05 هذيك تعطيك image quality جد مقبولة خاصة في الوسط في ال-Corners شوية يعني كاين مشاكل كما كروماتيك أبيريشنز وشوية بسحي دا خدمت بها ودرت بها يعني حاجات اللي رح يكونوا سبيسيال يعني خاطر شهد الفتحة هذية ماش تخدم بها دايما تقدر يعني تعطيلك image quality بزار شابه T1.4 جد مقبولة في العدسة هذية تقدر يعني تخدم بها في اغلب الحالات ورح يعني تعطيك العزل هذك شباب بتاع 50 ميلي متر مع 1.4 يبقوا فيها شوية مشاكل في ال-Corners وكاين شوية كروماتيك أبيريشنز بسع ما شي حاجة اللي رح تنماركيها دا يعني ما دققتش في الصورة T2 و T2.8 نقدر نقلو باللعدسة هذية تلحق الماكسيموم بتاع شرط من استحاق ويروح لنا المشكل هذك تاع الكروماتيك أبيريشنز ما نشوفوا هش قاية تيك يبقى لنا شوية مشكل تاع الأطراف كاين فيهم شوية فلو المشكل هذية نقدر نقلو ماش يجيني تخدمنا دايما حاجة تعلازن يعني يكون عندك الموضوع وتعزيل الخلفية ماش تنماركي يعني الأطراف هذو كيفاش هيكونوا رح تركز على الموضوع تاعك بصحي دا صورت يعني حاجة تكون بلا لتما بالك يبقى لك شوية المشكلة تجربة تائمة على الأدسة هذية اللي قدر نقلو لكم بلي مليحة بزاف جربتها في ال-A7-4 وال-A7-S-3 وطعتني يعني ايمج بزاف شابة وخاصة في ال-T1.05 هذيك تعطيك واحدة بشغول بزار ما تتلقاش بها في العدسات الاخرين خاصة في البوكي عندها واحد الشكل هكذا جاي بزار شوية بصحي أجبني خاصة في الأطراف يتعوج هذا البوكي ويقولي شغول متلت وهذا الشيطة واحدة الجمالية بزاف هالها في الصورة كان حاجة واحدة اخرتان يجات معها في البطا وما احترش عليها لهم هذوك وهذوك نسميهم دي كونتربواء يعني تقدر تفيسيهم هنا في العدسة هذية باش تدير بهم التوازن كي تكون تخدم في الجيمبل ولا في ستيديكام نحكي وضوك على العفايس العيانين في العدسة هذية ولا العفايس اللي ما اجبونيش الحاجة الاولى هي فول مانيويل كما قلناه راح تكون شوية صعيبة الخدمة بها اذا كنت تخدم واحدك ما عندكش فوكسبولر ما عندكش اسيستون راح تتعب معها حاجة تانية اللي هي مليحة وماشي مليحة يعني مليحة كي اعطوها انكم اوبشن اللي هي تي واحد فاصل صفر خمسة كي ما قلنا فيها شوية مشاكل كروماتيكا بيريشنز وشوية ماشي شارب مليحة كي اعطوها انك اوبشن بسها ماشي مليحة كي تكون العدسة يسميوها تي واحد فاصل صفر خمسة وما تقدرش تخدم بها دايما في هذيك تي ستوك الحاجة التالتة كي ما قلنا العدسة هذية ماشي فول فرايم هذية اي بي اس سي يعني ماشي تقدر تخدم بها بزاف مع الكاميرات هذوك الفول فرايم اللي يكونو محتارفين اكتر بزاف كاميرات اللي رعهم يمدونها سبكس وحاجات يعني هاي اند في كاميرات اي بي اس سي كان حاجة نسيت ما قلتها لكمش كان واحد الفلاير بيزار شوية في تي واحد فاصل صفر خمسة جاي مندورها كايا كيد تديروا العدسة هذية مقابلة الضو ميوشنو المشكل هذي يروح من تي واحد فاصل رابعة ورح وفي الاخير نحكيو على السيار تحاول اللي هو حتى الربعمية وخمسين دولار وهاد السعر هذي نقدروا نقلوا عليهم مقبول بارابور لعدسات سينمائية واحد اخرى بصحة لين احنايا وللانسان اللي ما يستخدمش بزاف هذة العدسات وما يستخدمهاش في بزاف من الخدمات رح تكون شوية غالية بس ما تشري هذة العدسة ومبعد تخدم بها غير من ذاك شوية انفيستيس معيان في الاخير نقدر نقل لكم باللي العدسة هذي عجبتني بزاف ونقدر ننصح بها الناس اللي تخدم في المجال تالسينيما بتاع الفوجي فيلم في المايكرو فور ثيردز اسمها هذة العدسة موجودة للقاء على الكاميرات اللي كانين في الوقت الحالي ان شاء الله تكون عجبتكم في فيديو هذي نتلقى في فيديو القادم ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته